بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبات طالبات الصف السنية للأعدادي النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن أول درسة في منهج التاريخ بتاعنا إحنا عارفين إن منهج التاريخ بتاعنا عبارة عن تاريخ إسلامي كله عن أحوال شبيل جزيرة العربية قبل الإسلام وبعد كنا نزول الوحي على الرسول وميلاد الرسول وهكذا فإحنا بنتكلم دلوقتي عن أحوال شبيل جزيرة العربية قبل الإسلام يعني المكان اللي نازل في الإسلام أو المكان اللي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي المنتقل شيب الجزíficة العربية المنتقل كلها اللي بتشمع بلاد اليمن وبلاد الحجاز وأجزاء من بلاد الشام عشان كده دي كلها Studio بالجزíficة العربية هنتكلم باقي نحوال شيب الجزينة العربية قبل الإسلام يطرى شيب الجزيرة العربية كانت عاملت زي قبل ظهور الإسلام هنبدأ إن شاء الله بدأ بني نねぇكلم على السؤال الأولين من نسبه هل يطرى العالم كان بحاجة إلي مجيئ الرسول صلى الله عليه وسلم اكيد العوارة اكيد صح اش معنا يا فندم لان انبساطة جدا 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 ان العنى في الوقت ده والمنطقة في الوقت ده بصفة عامة الناس اللي عايشين في شبن جزيرة العربية كان بيعملوا كل العادات السيئة اللي موجودة في الدنيا كلها ظلم وفساد وشرب الخمر ولعب الميسر والزنا كل الاحوال كانت بايزة جدا في الوقت ده عشان كده العنى كله كانت في حاجة للوجود نبي يرشد الناس من الظلمات واهديهم من الظلمات الى النور هنبدأ نتكلم دلوقتي عن يا ترى مين اهم القوة اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام من اهم الدول القوية المهمة جدا اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام وكالدولة فعلا محتلة من الدول المحتلة كبيرة دولة الروم الرومان الرومان او الروم كانوا محتلين بعض الاجزاء من شبه الجزيرة العربية طب يا مستر انهى اماكن بالزبط اللي كانوا محتلينها قال لك والله احتلوا مصر وبلاد الشام يعني هم احتلوا المنطقة بتاعت مصر واحتلوا كمان المنطقة بتاعت بلاد الشام مش بس كده كمان ده كان بيعملوا المصريين وبيعملوا أهالي بلاد الشام وعملها سيئة جدا 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 وقتها هيعمل الرومان لما كانوا قاعدين في مصر كان الناس معظمهم بيدينون بيدين المسيحي عشان كانت المسيحيين لما كانوا في مصر عانوا معاناة كبيرة جدا من الاتهاد الديني من الرومان وكان فيه صعوبة جدا في التعامل لحد ما أصبح هناك فيها اعتراب بالمسيحية ودي خدناها السنة اللي فاتت على يد الإمبراطور كونستانتين الأول أو كونستانتين الكبير اللي اعترب بدينا المسيحية كدين رسمي في الدولة لكن قبل الإمبراطور ده جماعة كانت دولة الروم مضطهد المصريين اضطهاد كبير جدا القوة الثانية اللي كانت موجودة برضو دولة الفرس الفرس اللي هما ناس من إيران الفرس أصلاً جاي من بلاد فالس في إيران احتلوا العراق واحتلوا اليمن كمان وشافين نفسهم إن هما من ناس للأليهة معناها هما يعني أبناء الأليهة وكان بيعبودوا النار والنجوم والكواكب والمية وبيعتبودوا حاجات كتير جدا وطبعاً اضطهدوا كل الناس اللي موجودة في العراق وبلاد اليمن برضو من أهم الحضارات اللي موجودة وقتها حضارة الهند أو دولة الهند أو حضارة الهند كان مجتمع فيه ديانات كتير جدا ولحد لوقت الشباب الهند من أكتر الدول اللي موجودة في العالم عندها ديانات كتير جدا كان بيقدسه الزواحف والأفاعي والأرود والبقر والكلام ده كله ولحد دلوقتي لسه موجود عملية تقديس الحياة من الات طيب تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن أجزاء مهمة جدا بالنسبة لنا اللي هي بقية الأحوال شبه الجزيرة العربية أرض الديانات ومهد الحضرات فبالتالي بيحاول إثبتلك أن شبه الجزيرة العربية كانت مهد الحضرات مهمة جدا 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 زي حضارة قوم عاد وقوم سمود وحضارة سبق كمان سبق طبعا اللي نزل فيها في سورة النمل اللي هي كتقصة بتاعت الملكة بالقيس وسيدنا سليمان بتاع سيدنا سليمان لما طبعا حاول يعمل ملكة زي ملكة بالقيس طيب نبدأ نتكلم دلوقتي برضو على الأهم من الأنبياء اللي موجودة طبعا سيدنا هود سيدنا صالح شيدنا شعيب إبراهيم إسماعيل موسى عيسى طبعا واحد يقول لي محمد صلى الله عليه وسلم مما احنا نتكلم دلوقتي أن الأحوال قبل ظهور الإسلام في الوقت نام فعشان كده مهد الديانات ومهد الحضارات اللي كانت موجودة حضارات مهمة جدا 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 كانت موجودة بالنسبة للحياة السياسية قالك والله إن نظام السياسي اللي كان موجود في شب الجزيرة العربية قالك والله كان نظام قبلي يعني إن كان نظام قبلي معناها زمان النظام كان عبارة عن قبائل قبائل متفرقة يعني زي قبيل القريش والأوس والخزرة قبائل كتير جدا كل قبيلة لها شيخ يعني شيخ معناها حاكم معناها كبير بالبلد كده كبير القبيلة هو اللي كان بيحط القوانون وطبعا ما كانش فيه حاجة اسمها دستور زمان الدستور عبارة عن اعراف وعادات وتقاليد والكلام ده كله وطبعا اشهر القبيل اللي موجودة اكيد طبعا قبيل القراش اللي هي كان منها النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كده في منتهى الفخامة الناس اللي كانوا مسيطرين عن الحاجات دي كلها في شبه الجزالة العربية الحياة الاقتصادية جماعة بتتكلم دلوقتي عن العرب عرفوا ايه ايه اهم الحياة في اللي جات موجودة عارفيني ان شبه الجزالة العربية اصلا عبارة عن صحرة او 90% منها صحرة يبقى بالعقل جدا عندنا ايه الحرف اللي موجودة زراعة وصناعة وراعي وتجارة اللي اربع حرف دول ايه اهم الحرف اللي كانت منتشرة في شبه الجزالة العربية اكيد بما انها منطقة صحراوية يبقى اكيد حرفة الرعي يعني حرفة السائدة بسبب الطبيعة الصحراوية اللي موجودة عارفوا كمان الصناعة والصناعات عبارة عن صناعات بسيطة يدوب عبارة عن صناعة أسلحة والكلام ده كله لأنها حياتهم كلها كانت عبارة عن زي ما تقول كده إيه حروب وصراعات كانت كتيرة بينهم على فكرة العرب كان بيتخنقوا مع بعض بدرجة غير طبعية أنا عايز أقول لكم العرب زمان كان بيعملوا خنقات ومشاكل مع بعض علاقات في الأسباب وفي حرب مشهورة جدا اسمها حرب الباسوس قعدت حوالي أربعين سنة علشان خاطر فيه جمل بتاع واحد أكل من مزرعة واحد تاني فقتلوا في حصلة معركة كبيرة فبالتالي الصناعات كلها أي معنا الصناعات الحربية والتجارة برضو كانت حرفة مهمة جدا هي والرعي التجارة احنا عارفين الرحلتين اللي كانت بتقوم بيهم مكة زمان اللي هي رحلة الشتاء والصيف